يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مبارح كنا على الهوى وامبراط منتخب مصر المنتخب المغربي في نهاية كالسلام الأفريقية 23 سنة كانت بتنتهي خلصنا الهوى مع انتهاء المبراطة بعدما وصلت للوقت الإضافي ما لحقناش نتكلم عن المنتخب ما لحقناش نتحدث عن الإنجاز الكبير بالوصول للأولمبيات للمرة التانية على التوالي في إنجاز يحدث في الكرة المصرية للمرة الأولى أداء كان بطولة كبير جدا من منتخبنا على مضار البطولة ما دخلش فيك ولا هدف ولما دخل فيك أهداف دخل هدفين من المنتخب المغربي وانت بتلعب عشر لعبين انت كنت منتخب قوي كان عندك حارس كبير في المقام وفي القيمة وصغير في السن مستقبل كبير حمزة علاء عندك لعبين رائعين في كل الخطوط في الدفاع وفي الوسط وفي الوجوم عندك لعبة بتصوب بشكل رائع جدا من خارج منطقة الجزاء عندك لعبة بتعرف تدافع عندك لعبة بتعرف تهاجم عندك أفكار عندك مدرب كبير جدا اسمه ميكالي والمدرب ده انا هقف عنده لله هزا واحد ميكالي مدرب رائع واضح انه رائع واضح انه مدرب كبير واضح انه له بصمة احنا هم نتكلم في مدرب ما بقلوش سنة مع منتخبنا الوطني أولمبي والمنتخبات دي بتبقى محتاجة تجهيز كبير جدا ورغم كده تحمل المسئولية وشال المسئولية واختار لعبين ولعبين ما بلعبوش معظمهم في الدور المصري ورايح يلعب وسط بطولة أفريقية فيها كثير من المحترفين يعني كل المنتخبات تريبا عندها محترفين احنا ما عندناش انا عايز اقول حاجة كمان للتسكرة للتسكرة والخبر ده احنا قلناه هنا وكثير من الزملاء قالوا وقت ما كانوا بيختاروا في اتحاد الكرة مدير فني للمنتخب الأولمبي قبل ما ياخدوا القرار اللي هو هنجيب أجانب للمنتخب الأولمبي والأول قبلها كانوا بيعودوا مع مدربين مصريين سألوا مدربين مصريين احنا عايزينكم تيجوا تتولوا المهمة بتاعة المنتخب الأولمبي مدربين مصريين كبار كبار تعالوا دربوا المنتخب الأولمبي احدهم قال لا انا مضغبش المنتخب هو في الحالة دي المنتخب ده ما عفوش لعيبة المنتخب ده مش منجهز كويس انا ما عنديش حريس مرمى انا المنتخب ده ما شلش بالمسؤولية وانتو عايزينه يوصل الأولمبيات المنتخب ده مستحيل يوصل الأولمبيات أنا بقول لك معلومة مؤكدة مليار في المية مش مية في المية مليار في المية أحد المدربين قال كده قول بقين بقى طب هناخد كام لا أصل الوضع صعب ما تنزمنيش بحاجة أصل الأولمبيات دي مشورة هيبقى صعب جدا وهيحصل فينا زي حصل كابتن شاوي غريب والكلام ده كله جي واحد أصلا واخد أولمبيات قبل كده واخد أولمبيات قبل كده مع البرازيل ريوت جانيرو يعني لما هي منتخب مصر المفروض يفكر أكتر من المدرب المحترم المصر اللي رفض المنتخب الأولمبي عشان الآن عشانه مش وصلك من إمكانياته يعني فالمفروض يقول لك إيه لا يعمل إليه خيانا راح أضرب منتخب مصر وما ساعدش الأولمبيات وأنا السبيب بتاعي محترم جدا ده أنا كذبان أولمبيات مع البرازيل مع نيمار اللي خليني ياجي ويبقى فيه مخاطرة بس ده دليل إنه هو مدرب محترم طيب بما إنه مدرب محترم وبما إننا احنا خلاص لمسنا إن ريبي توريا المديل فن المنتخب مصر الأول مدرب محترم فلا بد هنا أن نشيد بشكل واضح جدا بالاتحاد المصري لكرات القدم وأنا بكرر الإشارة ده مرة أخرى في ناس لمتني المرة الأولية لما أشت بس هو بصراحة يعني ما ينفعش في الضراء نلوم وننتقد ونهاجم وفي السراء نعمل نفسنا مش واغدين بنا باتحاد الكورة أكيد إنه مش موجود أكيد إنه مالوش دور لأ ماتحاد الكورة ده بالقائمين عليه هما اللي اختاروا فيتوريا هما اللي اختاروا ميكالي يعني لو ميكالي كان فشل مع المنتخب الأولمبي كنا هنمسك اتحاد الكورة أنتو إزاي تختاروا مدرب زي ده ده مدرب جاي يأكل عيش ده البرازيليين ما بيشتغلوش هنا في مصر والراجل يواخد أولمبياد فأكيد كان جاي ما عندوش شغل كنا هنقول كلام كتير 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 نفس القصة على روي فيتوريا لو الراجل ما كانش نجح في الكم مباراة اللي لعبهم مع منتخب مصر الأول كنا هنقعد نقول يا عم انت كان عندك روش تمشيه وتجيب روي فيتوريا والكلام من نوعية دي بس إحقاقا للحق ما نختار يستحق الإشادة ما نختار في اتحاد الكورة يستحق الإشادة واللي اختار مش لوحده اللي يستحق الإشادة اللي وافق على الاختيار ده يستحق الإشادة فكله يستحق الإشادة في هذه اللاصة ده ما احنا في فترة نجاح نشيد إحقاقا للحق بس يعني فيه ناس يقول لك إيه طب هو ده طالعي جامل اتحاد الكورة ليه يعني هو هو مستني منهم إيه أو عايز منهم إيه ولا حاجة ولا حاجة ولا تكلمت مع حد من اتحاد الكورة أصلا حتى لما المنتخب كسب وهم هم أعضاء اتحاد الكورة وبرئيس الاتحاد الكورة هم هم الناس اللي طول الوقت بننتقدهم هنا عشان الفترة الماضية كانت الأخطاء أكبر بكتير من أي حاجة كويسة كان لازم ننتقدهم بسيما إن الأمور بقت جيدة وبينا ماشيين في طريق إن شاء الله يكمل كويس نشيد لعلة وعسى نكون بنساند وبندعم والموضوع ده يبقى أفضل حقهم علينا زي ما حقنا عليهم إنه هم طول الوقت يكونوا صحيين شغالين متطورين عشان صالح الكورة المصرية اشتركوا في القناة